انت بنت ازاي هتمرني ولد انت بنت ازاي هتقف في وسط شباب وتمرنيهم استمعت الكلام كتير من ده والناس ما صدقتنيش غير لما نجحت كابتن سامح أحمد بدرب مواي تاي وكيك بوكسنج بنت زي أي بنت حابة تمارس أي نوع من أنواع الرياضة كان في دماغي الكارتية هي اللي كانت مشهورة قوي زمان لما بدأت أروح أكديمية وأتعرف أن فيه رياضة أساسا مختلفة عن الكارتية زي مثلا رياضة المواي تاي كان الموضوع مختلف جدا جدا بالنسبالي لأن الموضوع مش مشهور رياضة المواي تاي أول ملاكمة تايلندية هي مش مشهورة أصلا في مصر لما بدأت أتعرف عليها لقيتها فعلا مختلفة تماما عن أي نوع من أنواع الرياضة هي قوية جدا فيها تسع أسلحة غير مثلا أي رياضة تانية باللعب لأربع أسلحة ممكن تقولي إزاي تسع أسلحة وأساسها أطرافنا أربع أطراف يعني مثلا الإيدين والرجلين لأ هي تسع أسلحة علشان الإيدين الكوعين الربتين الكوع دوت لو البنت ضربت بي حد يفتح وشه ويروح يخيط فعلشان كده في الرياضة بتاعتنا لما مثلا بيبقى فيها بطولة ولا حاجة بيبقى فيها أوقية سلامة من أول رأس لحد الرجل ما كانش فيه بنات كتير بتمارس الرياضة لأن احنا في أماكن شعبية فالفكرة دي بالنسبالهم أليلة جدا لما لايأ أساسا بنت حتى بتروح جم أنت هتروح لجم تعمل إيدها للولد طب هتلعب دفاع عن النفس ليه يعني هما لو فكروا فيها هيلاقوا الرياضة دي أساسا لازم تكون للبنت لأن البنت اللي محتاجة تدفع عن نفسها مش الولد أنا واحدة عارفة أن أنا بعمله صح ولما دخلت فيه حاسيت اللي أنا فعلا بحق إنجازات فيه وعندي طموح بحاجة أكبر من كده بكتير أهلي أول ناس يوقفوا في طريقي يعني مهما حد يحكي إزاي أهلك ما وفقوش أنا أهلك أنا وضد الموضوع ده خالص أنا أكتر حد شافكم من تاتسى الباية بدأوا يقتنعوا بيه ويسقفوا لي لما بدأت أنجح كل اللي كان بيقول لي لأ حتى قالي دلوقتي بوقفين في صفحي بصراحة طب أنت بتمرني شباب طب وفيها إيه لما مرن شباب لما أنت تكوني وقفة شخصية قوية وبميت راجل فيها إيه لما تمرني شباب وتعملي كل اللي أنت عايزين طول ما أنت في الحدود وطول ما أنت في الأدب طول ما حدش يقدر يتطول عليك بكلمة واحدة أنا بعرف أتعامل مع أي فئة أي نوع أنا هنا شغالة في منطقة أشعبية فتحت بدل الفرع أثنين وبفتح في الثالث عارف يعني إيه منطقة أشعبية يعني بنتي بتمرن ولد أنا هخش التمرين عشان أعرف بقى إيه اللي بيحصل فهو بيدخل التمرين عينه ما تقدرش ترفع من الأرض ده طبعا معاملتي أنا لي طبعا هو لما بيشوف التمرين والباور بتاع التمرين لو عايز تمره أنا هيكامل لو مش عايز أنا عارف أنهو شي يجي داني حققت حوالي 14-15 بطولة من كان أكثر من كامش فاكرة بالضبط فيهم محلي فيهم جمهورية وطبعا كان المفروض اللي أنا في الأهداف بتاعتي من الأول اللي أنا سافر وأروح بطولات عائلة مو كده ما توفقتش فيها ودلوقت اللهم لك الحمد عندنا لعيبة في منتخب مصر وقريب جدا أفرح بحد فيهم بقى مكاني لما أكلم وليه أمر أقوله مثلا بنتك جاي معايا بطولة هنقعد أسبوع بره مايتكلمش معايا نص كلمة قال يا كابتن أنت محل ثقة أنا سايبها مع أختها الكبيرة والدتها باخد أطفال من أول أربع سنين لحد فوق شباب بنات أطفال عمري ما لقيت حد خايف على ابنه أساسا معايا عندي لعيبة أنا راضية باللي هما بيعملوه اللهم لك الحمد وشايفة النجاح ده فيهم يعني ناس ما كاملوه السنة الله هو أكبر دلوقتي دخلين على منتخب مصر بإذن الله قريب جدا أمسك منتخب مصر اشتركوا في القناة